السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى لقائنا الجديد من سلسلة دروس فهم القرآن على أيسير التاريخ ونحن الآن في دورة التاسع عشر من دورات سورة آل إمران واليوم سوف نتحدث أو نتكلم أو ندرس من آية الخادي والأربعين بعد المئة إلى حد الثامنة واربعين بعد المئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمخص الله الذين آمنوا ويمخق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد سواب الدنيا نؤته منها ومن يرد سواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله سواب الدنيا وخسن سواب الآخرة والله يخب المخسنين الإردان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة